والله هذا الشيء المبهم اللي يخلت جميع يتساءل انه هل لهالدرجة للشعب الأردني يعني شيء غير مهم عند أصحاب القرار ولا صوتنا مش مسموع ولا انتوا شو معتبريننا بالضبط لحتى تتبعوا معنا أسلوب التغاضي والتجاهل يعني احنا قبل كل شيء بنطالب حكومة إصلاح وطني يعني الاقتلاع الفساد وهذا كلام جلالة الملك يعني واحنا بالآخر هو مرجعنا الأول بالإصلاح وهو حكياننا بالعبارة الصريحة انه اضغطوا انتوا من تحت وانا بضغط من فوق فهاي مهمتنا الآن لكن ما مش شايفين أي تجاوب من الحكومات وخليني أكمل انه شغلة الهجرة بدائلها اللي هي الجريمة كثرت قداش اسمعنا بالفترة الماضية عن سرقات بنوك يعني معاقل للمخدرات قتل وغيرها من الجائل هذا الخراب الذي يصيب المجتمع الأوردني بالضبط الحق مش على الشاب بالآخر بالآخر انت بتيجي بتقول لي هذا الشاب بالسجن طيب انت وفرت له البيئة اللي بتخليه يعزف عن هاي الأمور أو المسالك السيئة لا فتوقع من شاب مضغوط بسن زواج بسن معيشة بسن استقلال عمره عشرين وخمس وعشرين سنة قاعد بيطلب الدينار من أبوه بعمره الشاب ما اتعود على هاي القصة إلا لما وقع تحت هذا الضغط شاف شح فرص العمل شاف كل الجهات خنقت عليه خلينا نحكي لجأ لأمور ثانية يعيش منها ولو يعني هو انعدام الأمل والانعدام الفرصة بالضبط شعب محبط سيدي شعب محبط وشباب محبط معانا تقرير ميدان